من بغداد ينضم إلي الباحث في الشأن السياسي مخلد الحازم مرحبا بك أستاذ مخلد بوصلت الهجمات تتجه صوب السفارة الأمريكية من بعض القواعد العسكرية لماذا اخترت السفارة هذه المرة كهدف؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وتحية لمشاهدين قناة التغيير طبعا هو تحول نوعي خطير في نوعية الاستهداف وهو الأول منذ تسنم السيد محمد الشاع السوداني مهام الحكم في العراق هذا التحول قد يجعل السيد السوداني أمام خيارات أحلاهما مر إذا ما ذهب بردع والتعامل بشدة مع هذه الفصائل التي وصفوها بأنها فصائل أو مجموعات إرهابية إذا ما تعامل معها فقد تؤثر على حكومة السيد محمد الشاع السوداني وعليه شخصيا وإذا ما ذهب باتجاه عدم التماهي والاكتراث إلى الاتفاقيات الدولية وخصصا انتفاقية فيينا لعام 1961 وكذلك كيفية التعامل مع البعثات الدبلوماسية والبنايات الدبلوماسية حتى لو قطعت العلاقات فأن الحكومة هي ملزمة بالتعاطي مع هذه البعثات وبنايات هذه البعثات حقيقة السيد السوداني في حرج كبير اليوم لا يمكن أن يسير العراق بقرارين قرار حكومية تعاطى مع الاتفاقيات الدولية مع الاتفاقيات الإطار الاستراتيجي مع السياسة الدبلوماسية الداخلية والخارجية وما بين جهات هي لديها رؤى وأفكار بأن من نتواجد على الأرض العراقية هو محتل وهذا يخالف رؤية الحكومة العراقية لذلك كان بيان الحكومة واضح وبيان الإطار التنسيقي بأن هؤلاء هم إرهابيون هو بمثابة ضوء أخضر إلى الحكومة العراقية من جهة في كيفية التعامل معهم وأيضا ضوء أخضر إلى الجانب الأمريكي بكيفية التعامل مع من هم خارجون عن القانون ومثل ما وصبتهم بالإرهابيين ضوء أخضر للجانب الأمريكي هل تقصد موافقة ضمنية من حكومة السوداني على استمرار استهداف هذه الفصائل داخل الأراضي العراقية وأخبر أوستن لدى اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي وحذرة مما غبت تكرار استهداف الأراضي العراقية كما حصل في جرف النصر بالتأكيد يعني عندما نتكلم عن الإطار التنسيقي هذا الإطار هو من مشكل الحكومة وهناك بعض أطراف في الإطار لديهم فصائل مسلحة أي بما معناته هي نزحت الشرعية عن الفصائل الأخرى أو المجموعات الأخرى التي تعمل بعيدا عن رؤاء الدولة وأعطت الضوء الأخضر بأن هؤلاءهم لا ينتمون إلى تنسيقية المقاومة وليس لديهم الإمكانية في السيطرة على هؤلاء لذلك الضوء الأخضر إلى الولايات المتحدة في أن هؤلاء هم إرهابيين حسب بيانهم أي بما معنى أن الجانب الأمريكي اليوم لديه الضوء الأخضر في التعامل وقد يكون هذا التعامل بصورة شخصية يعني ممكن أن يكون هناك استهدافات شخصية لقيادات في هذه المجموعات لأننا عندما شهدنا استهداف بعض المقارات في جرف الصخر وكذلك الأرتال الموجودة الأرتال التي كانت تسير على الخط السريع في الأنبار وأبو غريب هذه كانت البداية بيان الإطار التنسيقي وبيان الحكومة أي بما معنى نحن اليوم ضمن إطار الدولة ضمن الاتفاقيات نحن نتعامل معكم وفق هذه المعطيات أما من يتعامل بخلاف هذه الرؤية فهم وصفوهم بالإرهابيين أي بما معنى كما تتعامل قوات التحالف مع داعش الإرهابية هم سيتعاملون مع هؤلاء بنفس الصفحة وصف هذه العمليات بأنها عمليات إرهابية ومن نفذوها هم كارجون على القانون أو إرهابيون إضافة إلى أن هناك فصائل تحفظت على هذه الهجمات وامتنعت عن تنفيذ هجمات على قواعد أو حتى على السفارة هل يفسر بأنه خلاف ربما بين هذه الفصائل هل قد يجر إلى التصعيد من الممكن جدا قد نشهد في أيام قادمة أن هناك صدام فصائلي فيما بينهم على اعتبار أن هناك مجموعة فصائل ضمن تنسيقية المقاومة والتيها اليوم هي جزء من الدولة وهي لديها تمثيل في الدولة في الوزارات وغيرها وهناك المقاومة الإسلامية في العراق والتي هي مجموعة فصائل يعني ظهرت بعد طوافان الأقصى بمسميات عدة فأتوقع أنه لا يوجد تناغم ما بين هذه المجموعة وتلك لإدارة العمل الدبلوماسي والعسكري وكذلك العمل فيما بينهم واتفاق فلذلك أتوقع أن يكون هناك خلاف وصدام لأن أكيد هذه الفصائل الجديدة هي لن ترضى بوصفهم بإرهابيين على اعتبار أن لديهم رؤية بأنهم يصارعوا الجانب الأمريكي الذين هم يعتبروا هو محتل في العراق والجانب الأمريكي الذي هو جزء ساند إلى الكيان الصيوني في عمليات غزة الأمور يعني جميعها اليوم أنا أراها قد خرجت عن السيطرة يعني الجانب الحكومي هل يستطيع ضبط هذا الإيقاع والحج من هذه الأمليات الأمريكي من أكثر من موقع تحدث عن الاحتفاظ بحق الرد آخر هذه التصريحات جاءت على لسان وزير دفاع الولايات المتحدة أستن لدى حديثه هاتفية مع رئيس الوزراء بأن بلاده تحتفظ بحق الرد بشكل حاسم ضد هذه الجماعات الحسم المتوقع سيد مخلط يعني بالتأكيد سمعنا الكثير من التنديدات والتصريحات سواء من أوستن أو من وزارة الخارج الأمريكية ومن اليونامي وهذا الموضوع يعني إذا ذهب بهذا الاتجاه أنه الاستهداف الدبلوماسي أو السفارات قد يعطي حالة سلبية عن عدم قدرة الحكومة العراقية بالسيطرة على هؤلاء وبالتالي إذا ما انسحبت سفارات دول أخرى من العراق فأكيد هذا سوف يرجعنا إلى المربع الأول وقد تدول القضية وقد نرجع إلى البند السابع هذه كل المعطيات أكيد ستكون حاضرة أمام رئيس الوزراء سيد محمد الشياء السوداني فأما الذهاب باتجاه الرجع الحقيقي وأما باتجاه التعاطي مع هؤلاء وبالتالي سنكون الخاسرين لأننا نتكلم عن حكومة هي تبحث عن بناء أرضية أمنية رصينة في العراق لجذب استثمارات ولجذب شركات وبناء علاقات دبلوماسية مع المحيط والإقليم والمجتمع الدولي كل هذه المعطيات إذا ذهبنا باتجاه هذه الاستهدافات فإنها سوف تنسف العملية السياسية برمتها وتنسف هذه العلاقات وبالتالي هذه نقطة سلبية تحسب على حكومة سيد محمد الشياء السوداني الذي هو يطمح بأن يأخذ العراق إلى مصاف الدول المنتجة الدول المستثمرة الدول التي تكون فيها أمن واستقرار وهذا ما سعى إليه منذ سنة لكن هذه العمليات قد تنسب كل ما بناء ودائما ما يحاول صاحب البلاد عن أي صدام أو مواجهة تعلق الحكومة وحتى من يمثلونها على اعتماد الحوار السياسي في حل هذه الإشكالية تحديدا سمعنا وسرب كان هناك قنوات اتصال مع زعماء فصائل لكنهم رفضوا الانصياع آخر تغريدة لزعيم فصيل يوم أمس قال فيها ما نصه أنه يحترم الوساطات العراقية لكنه لا يتوقف عن هذه الاستهدافات إلى ما يشي كل هذا وذاك يعني بالتأكيد هناك رؤية هذه الفصائل لديها فوائل خارجية أو هذه المجموعات لديها فوائل خارجية تحركها وفق ما تحقق مصالح ومكاسب لهذه الفوائل فبالتالي اليوم عندما نتكلم عن صراع على الأرض العراقية في ظل وجود حكومة هي مشكلة من الإطار التنسيقية الذي كثير منهم هم من الفصائل المسلحة إذن هناك خلاف كبير ما بين هذه الفصائل وتلك وهذا أكيد لن يصف المصلحة العامة هناك رؤية لدى هذه الفصائل بأنهم يجب الاستمرار في استهداف القواعد الأمريكية وشهدنا البارح استهدافات متكررة لقاعدة عين الأسد وكذلك لقاعدة حرير وحتى خارج الحدود في قاعدة كونيكو في سوريا كل هذه المعطيات تجعل البلد يعيش في معزل عما يحصل خارجيا وبالتالي اليوم هذه الفصائل تفرض سيطرتها بما يحلو لها وبما تؤتمر به مع الجانب الأمريكي وأكيد نحن نرتبط مع الجانب الأمريكي باتفاقية إطار استراتيجي وهذه الاتفاقية بمجبها الحكومة ملزمة بحماية العفو البعثات الدبلوماسية وكذلك المصالح الأمريكية وكذلك القواعد العسكرية لحد هذه اللحظة سمحنا البيانات لكن لحد هذه اللحظة لم نرى تطبيقا واضحا على أرض الواقع اليوم السيد محمد الشياء السداني أمام مصير حقيقة مجهول وأمام خيارات صعبة إذا ما أراد الذهاب بالبلد إلى بر الأمان عليه أن يتعامل بحرفية مع هذه المجموعات وكذلك يتعامل بحرفية مع الجانب الأمريكي أو باقي البعثات الدبلوماسية لإعطاء صورة واضحة بأنه قادر على فرض الأمن والاستقرار في البلد البحث في الشهر السياسي زيد مخلد الحازم شكرا جزيلا نظم بك إليك